إذن مشاهدين الكرام كما تابعنا منذ قليل وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى مدينة الصلحية الجديدة وبالتحديد إلى مصنع الشرقية للسكر حيث يشهد وقائع الاحتفال بالأول من مايو يوم عيد العمال عمال مصر هم الثروة الحقيقية لهذا الوطن التي وهبها الله لمصر فهم خير من يعمل وينتج فهم أصحاب حضارة وقف الجميع أمامها متعجبا وها نحن نشهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرارا لهذه المسيرة حيث يستمر الأبناء في إقامة ما صنعه الأجداد فاليوم الأبناء يصنعون جمهورية جديدة هذه الجمهورية التي اتخذ فيها القيادة السياسية الخيار الأصعب وهو العمل في كل القطاعات التي تضر دخلا للمواطن المصري وتنعكس أيضا على التنمية فإذا تحدثنا على سبيل المثال عن قطاع الزراعة فنجد أن الرقعة الزراعية لمصر تم إضافتها لأكثر من ثلاثة ملايين ونصف فدان نتحدث عن الدلتة الجديدة ونتحدث عن مشروعات زراعية أيضا في تشكا وفي شمال سينا وغيرها من الصوب الزراعية هذه الصوب التي تضر خيرا على المواطنين وتحقق الاكتفاء الذاتي ذلك الحلم الذي من أجله انطلقت هذه المشروعات تنمية كانت الركيزة الأساسية في هذا الخيار هو العامل المصرية ذلك العامل الذي قدم فأخلص ووعد فأنجز فنجد مثلا قطاع أيضا البترول هناك العديد من الاكتشافات التي يتم اكتشافها ويتم العمل فيها ومواصلة الليل بالنهار من السواعد المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع تحديدا وبالفعل تم الاكتفاء الذاتي فيه بسبب حقل ظهر الذي تم العمل فيه بوتيرة متسارعة بإنجاز لما كان ليتحقق إلا بسواعد عمال مصر الذين نحتفي بهم اليوم ونحتفل وسط القيادة السياسية معهم هؤلاء العمال الذي قدموا الكثير والكثير في مسيرة عطاء مستمرة هذه المسيرة التي تنتقل من جيل لجيل إذن نتحدث عن العامل المصري خير أجناد الأرض فهم جنود العمل والإنتاج الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تحقيق حلم التنمية فمصر خطط بخطوات متسارعة نحو مشروعات قومية عملاقة هذه المشروعات لم تقتصر فقط وهذه المشروعات يشهد لها القاسي والداني بأنها لم تقتصر فقط على مشروعات الطرق التي مهدت الطريق لعشرات من الاستثمارات الخارجية والداخلية بل أيضاً اهتمت بكل قطعات الإنتاج وكل قطعات التنمية من أجل الرخاء وتوفير حياة كريمة لكل المصريين ترجمة نانسي قنقر